هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم نرسم شكلاً ونضيف لعناً ما ينبح حقيقة هل هذا ممكن أن نرسم ابدأ علامه إنه شيء سهل قلم وورقة هذا هو الحل أرنوب الرسال أرنوب ارسم لي بيت ثلج مرحباً يوكو مرحباً أرنوب أهلاً يا أصدقائي ماذا تقولين يوكو؟ أقول الجو بارد هاي من فعل هذا؟ أنا الدب القطبي مرحبا سيد دب ماذا تفعل؟ أحتم من العاصفة الثلجية يا أصدقائي عاصفة؟ ما العاصفة الثلجية؟ ألا تعرفين يا يوكو؟ إنها ريح قوية وباردة وتحمل تحمل ثلجاً أحسنتم يا أصدقاء ويجب أن تحموا أنفسكم مثلي؟ هذا ليس كافياً يوكو سيد دوب، ليس مجدداً لم أنتهي بعض؟ ها هي الرياح، وصلت للعاصفة فلنستبع في ملجأي لا، ما هذا، لقد انهار ملجأي يا للأسف، إذن يجب أن نرحل قبل أن نتجمد انتظر يوكو، عندي فكرة سنبني ملجأاً من الثلج ملجأاً من الثلج؟ سنشعر ببرد مضاعف لا يوكو، سنرسم بيت الثلج إنه ملجأ يستخدمه الأسكيمو ليحميهم من البرد هل ترغبون في رسم بيت من الثلج؟ نعم، بالتأكيد لرسم بيت من الثلج، أبدأ برسم نصفي دائرة، كهذه أرسم خطاً مستقيماً وآخر منحنياً إلى الأسفل، ثم الأرضية ها؟ ما هذا؟ هذا مدخل بيت الثلج بعدها، أرسم من فوق المدخل نصف دائرة وخط الأرضية آه، إنه يبدو كقبة نعم، إنه يشبهها أخيراً، أرسم بعض الخطوط كقطع الثلجية انتظر يا أرنوب، دعني أكملها إم؟ انتهيت والآن يجب علينا أن نلوون إنه جميل جاءت العاصفة اختي بيه سأدخل أنا أولا نحظة هذا رهيب لا يمكنني الدخول يا إلهي أخرج يا سياد دوبلا لا أستطيع أولا لا 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 تنكسر لا لا ولكن أين الملجأ كان هنا وأنت دمرته متأكدة أرنوب ما الذي سنفعله الآن؟ لا تخلقي يوكو سأرسم مجددا لترسموا بيت الثلج ابدأوا بالمدخل أرسموا نصفي دائرة واحدة فوق الأخرى ثم خطا مستقيما وآخر منحنيا وارسموا الأرضية من فوق المدخل أرسموا نصف دائرة ثم خطا للأرضية كدنا ننتهي أرسم كثيرا من الخطوط للقطع الثلجية والآن سنبدأ التلوين انظروا لقد عاد سيد دوب هذا واحد آخر وهو كبير ويتسع لنا جميعا هاي هل رأيتم؟ يمكنني الدخول والخروج الدخول والخروج والدخول والخروج نعم يا سيد دوب ادخل أو اخرج قرر بسرعة حسنا سأدخل والآن يا أصدقائي إن أردتم رسم بيت الثلج ففعلوا إلى اللقاء يا رنوب إلى اللقاء يوكو إلى اللقاء يا أصدقاء إنه دافع حقا افتعد سيدتك ما قد احتلت بالمكان لا ما ارمو على شيئا